اشتركوا في القناة مرحبا بكم في لقاء الخميس 9 ديسومبر 2021 العديد من المستجدات التي سنتوقف عندها هذا المساء أكيد سنتحدث بعد حين على حريق مقر حزب حركة نهضة بمون بليزير وآخر المستجدات حول هذا الموضوع كذلك نتوقف عند الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد وحاضر معنا للحديث حول الملتقى الوطني الثلث للوداديات ودور الوداديات في تعزيز نجاعة أداء الهيئة العمومية والتواقع من شبهات الفساد سي نوردين البيباني مرحبا بك سي نوردين كهيد مدير برئاس الحكومة حاضر معنا كذلك سيبراهيم الوسيتي صحب البرنامج مرحبا بك وكذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد حاضر معنا بعد حين سي عماد الحسجي رئيس الهيئة العليا للرقابة المالية والإدارية كما تعودت في الوطنية الآن الثاني من هذا اللقاب بشيكون دائما حوصة لأهم أحداث الأسبوع وأكيد لأحداث هذا اليوم بشيكون نحاضر معنا بعد حين أكيد الزميلة الصحفية والكاتبة فاطمة بن عبدالله الكراي وكذلك الأكاديمي والأستاذ حمادي بن جبلة وكذلك الأستاذ خالد عبيد نتوقف عند المحطة الأولى المرتقى الوطني ثالث الوداديات دور الوداديات في تعزيز نجاعد أداء الهيئة العمومية والتوقع من شبهات الفساد سينور دين البيباني حضرتك كهيت مدير برئاس الحكومة دور الوداديات خلينا نبسط ونفهمه للسيدة المشاهدين اللي ممكن ما يشتغلوش بالوظيفة العمومية ما عندهمش فكرة على الوداديات شكرا على الاستاذافة الوداديات هات نعرف الوداديات هي الوداديات جات من الود الودا هو التحابب هو التقارب هو أكل نخليه العلاقة أفقية معناتها ما فيماش واحد في بوزيون أكثر من الآخر نقربوا لبعضنا أكثر هو جانب إنساني نمشيه فيه وبالتالي الوداديات بعدها توجدت لتنقية الأجواء الاجتماعية في صلب المحيط المهني للمؤسس هكذا لماذا الوداديات كانت في دورها الأول والرئيسي هو المساعدات يعانة الضعفاء في المجال المهني نعاون وزد المرضى نقدموا خدمات لعامة الأعوان داخل المؤسسات لكن كبرت المسؤولية متع الوداديات مع الوقت هو المحال الودادي من الود لكن من التعاضد متويل بترجمتها الفرنسية طبيعي صحيح وهذاك عليش نحن في توجهنا الحالي حبينا نخرجه شوية خلينا الوداديات نفتح على محيط خارجي أكثر وأكبر ونجاوزنا هذاك من الحصيل الحاصلة أن الوداديات تقوم بالخدمات الاجتماعية وتقدم المخرطيها لبعض المساعدات وتقدم الجانب الترفيه يزيد المساعدة للمخرطين بتاعها لكن نحن مشينا توقع إلى جانب تكويني أن الوداديات ولا عندها دور وفي الأخرى الوداديات هي جمعية لميكال خلينا نوضح الميكال هكا ولا الودادي الميكال هي الودادي والميكال هي تعاونية تعاونية نحكيو عن الميكال نحكيو عن الودادي أنا خطر صار له بس حبيت نوضح هذا هو الوداديات خرجنا بها من المفهوم الضيق من المهمة الأولى الأساسية هي موجودة بطبيعتها بش تكون أشمل وفي نطاق أرحم وبالتالي وقت اللي كيف نحكيه أحنا على أداء الوداديات هو أداء فيه في جانب من التكوين هو فيه جانب من التكوين لكن أنا رأى أنه ملتقى وطني ثالث للوداديات وقعدين تتناولوا في مواضيع مهمة ومنها مهمة يعني تعزيز نجاعة أداء الهايك العمومية للتوقع من شبهات الفساد مع للأسف استشراء الفساد كيف ما خارج الوظيفة العمومية لكن موجود الفساد يعني جاثم في العديد من تمفصولات الوظيفة العمومية كيف يجدكم الفكرة يعني اللي طرح هذا الموضوع ولا خطر على الموضة يعني وحارف الفساد لا مش على الموضة احنا نهيكو هذا الدورة الثالثة رو الملتقى هذا في دورة الثالثة في الدورة الأولى كان حول تجاوز أخطاء التصرف في الوداديات يعني تقريبا في نفس السياق الملتقى الثاني كان حول المعيار المحاسبي 45 هو معناها معيار تقني في التصرف المالي والمحور هذا هو الحقيقة رو احنا عنا شركاء في تنظيم الملتقى هذا اللي هو إدارة عامل جمعيات ومركز إفادة للجمعيات والجمعية المراقبين والمتفقدين والمدقين داخل الهيئة العمومية وبالتالي معناها الميدان فيه مختصين في المجال وكان طرح في العمق الموضوع بالضبط وقت اللي مشينا قلنا بما أنه السيد اللي هو العضو في الهيئة المديرة للويدادية هو بيدو هو الموظف في صلب الإدارة معناه حتى في التكوين يستفيد مجيتين اللي يستفيد به في الدورة التكويدية بشي يوظفوا في مهنته الأصلية ثم يوظفوا في إدارته للويدادية نهيك وأن الويدادية تتصرف في المال العمومي وبالتالي كيف نقول في المال العمومي يجبنا نحاكمة كل مالها ذاك يجبنا نعرفه نتصرفه فيه ونحطوه في بلاستو ونحافظه عليه هكذا لماذا كان المحور هو فيه حاجتين أولا دور الويدادية في تعزيز نجاة الهيئة العمومية ونحن ريناه حتى من خلال معناها في الكوفيد وقت اللي الويدادية والتي تتساهم وتعاضد الدولة بمجهودها بشي نكافح الوباء هذا ثم التوقع من شبهات الفساد هو كيفاش نكونوا نحافظوا على حسن التصرف ونحافظوا عليك المال العمومي داخل الويدادية لو كنت تعجينا فكرة على انعقاد الملتقى ومختلف المحاور اللي بشتتتتترقوا لها هو إن شاء الله بشيكون يوم السبت 11 ديسمبر بمدينة الحمامات بشيكون في اللول بشيكون معناتها دور الويدادية في تعزيز نجاة كمحور رئيسي للملتقى ثم بشتكون فما ورشات ورشات معناها في تقريبا ثلاثة محاور المحور الأول هو أولا كيفية منهجية العمل داخل الويدادية ثانيا مش يكون فما المجال المحيط القانوني اللي نجمه نتصرفه فيه احنا كأعضاء في الويداديات وبالتالي معناه يكون عنا ثقافة قانونية مش نتصرفه ونحسن نتصرف في الولا ثم الجانب الثالث هو كيفية إرساء منهجية عمل تخلينا نتفديو شبهات الفساد حبيتنا نتوقف عند النقطة هذية بشنا نرشعلك بعد حين حولك كيفيش الويداديات ممكن تفعل دورها لدرء والتصدي للفساد حالي نقوله مش درء شبهات الفساد لكن للتصدي للفساد تماما سيبراهيم الوسلاتي طبيعي الويدادي هي عندها دور اجتماعي هي الإحاطة أساسا بمخارطيها وبعائلات المخارطين بتاعها في عدة المناسبات سواء في الأفراح والمصرات كما للتفزادة في الأطرح في المناسبات كما عودة مدرسية مثلا كما الأعياد إلى غير ذلك والويداديات معروف كون تتلقى منح من الدولة ولكن عندها أيضا معانتها الأموال التي تلمها من عند المخارطين بتاعها وتصير فيها انتخابات من طرف المخارطين بتاعها ويصير عادة فما تداول فيما يتعلق بالهيئات المديرة التنفيذية لأنه يبدو أن الدور متاحته بدأ يتوسع والمهام متاعها على أساس بيكون عندها مساهمة فيما يتعلق بمكافحة الفساد بالأساس ويتعلق أيضا بالتسير لأن الويدادية في نية المطاف هي جمعية لا تخطي حتى لمرسوم الجمعيات أو لقانون الجمعيات بل كان قانون مرسومة مازال أن ننتظر المرسومة ويقتش يصبح قانون أنت مرسوم من عام 2021 شكرا من مرسوم الأحزاب لأنه ما زال ما تبدلش إن شاء الله يتبدل بالتالي أنه أنا مبادرة كيهاكا واحد من إيش يمكن أن يثمنها ولكن إن شاء الله يكون معانتها ولا لا فما حضور مكثف وفما من طرف من عشرة أكيد لو عندكم إحصائيات على عدد الويدادية هذه قدش العدد متاعها وحتى نسبة متاعها ونعرفوا فما وديديات اللي تتلقى منحة معتبرة جدا ما لازم واحد يسمي تتلقى منحة معتبرة جدا في حين أن وديديات أخرى تلقاها منحة متاعها ضئيلة وضئيلة جدا لو كان تسعى خاصة رئاسة الحكومة اللي هي تشرف على المسألة هذه تسعى إلى نوع من التوازن على الأقل بين مختلف الوديديات باش تبدأ تحسش فما نوع من الضيم وديديات معنات المداخل متاحة ضئيلة ووديديات الأخرى المداخل متاحة ضخمة وشفنا حتى وديديات اللي تقوم بحفلات وحفلات هذه كي تم تروج لها على أوسع نطاق بتكون فاهمة دخيل بالكدا بالضبط دعونا نرى حجم الوديديات يتحدد بحجم المنخارطين وبالتالي بحجم المؤسس نلقاو وديديات فيها 100 مخارط اللي هي المؤسسة تكون صغيرة كما نلقاو وديديات فيها ألف من المuchارطين في بعض الوزارات الكبيرة كما وزارة التربية كما وزارة الفلاحة نلقاو حجم كبير منخارطين وبالتالي الميزانية متاحة بالضبط تختلف فما وديدية تلقاها تتصرف في 5000 دينار وفما وداديه تلقاه تصرف في ميزانية بتاع 3 مليار دوار هذيك علش معنا تحديد الحجم المنخرتين هو اللي حدد قيمة المال المداول في المال ثم أنه هنا فما طرق لكيفية تنمية الموارد صحيح الدولة تعطيك تمويل عمومي تمويل عمومي ماشي البلاستو ماشي في مقتطعات الأكل تذكر الأكل معناه ممنهجة ديك ومضبوط لكن أنت كويدادية لازمك تنمي مواردك كيفاش تنمي مواردك بخلق أنشطة وبالتالي هكاكة تنجم الويد كيبال حفالات مثلا مثلا كيبال حفالات نهيك وإن ويدادية عوانوا إثارات رئيس حكومة في السنين اللي فاتوا قامت بعديد الحفالات اللي أحنا مواردها مشيت لتنمية صندوق مكافحة الإرهاب ساهمنا فيه برشا ثم في مرحلة ثانية كنا عاوننا القرى الأسويس في الكوفيد مشين هذي هو المطلوب أن الويدادية معاش تقتصر عليك المحيط الضيق تنفتح على محيطها تنفتح على محيطها وتكون تشاركية نحن هاو ناخد موطوة في ملتقاه بشاركة مع جمعيات ومع هيك الرسمية وبالتالي راهو الويدادية ما تقتصرش عليك العمل الروتيني وليك المهمة الوظيفة الروتينية تحليني على نقطة لأنه معناها في البرنامج متاعكم زادة تتحكيوا على نجاعة الأداء متاع الويدادية وكذلك إنه الويدادية تكرس القدوة من خلال يعني التركيبة متاحها لأنه في برشة الحقيقة مؤسسة عمومية نرى أحيانا أنه الويدادية تحيد عن دورها هذا الاجتماعي ويصير تغول نوعا ما بين الظفرين الحقيقة وأحيانا حتى تصير معناها تلعب في الأموال وتصير مشاكل ما من هذا القبيل وهذا صار ونعرفه هو بالضبط نحن في نشخص الوضع بتاع الويدادية نلقاه بعض من الشيء هذا لكن ما هو هذا هو الهدف قاعدين نوعي الأعضاء في الهيئات المديرة بشأنه يحسن أداء وتجاوزنا مستوى أحسين الأداء إلى مستوى النجاعة فتنين حبوا ميسلج خليكون فما بيرفورمانس في الأداة فما إضافة راهوا الخطر في الهيئات المديرة نلقاه مستويات مختلفة كما نلقاه مدير عام اللي هو ينجم يكون عضو وينجم يكون رئيس ويدادية أو عضو فيه كما نلقاه العام البسيط محترامي لكافة المقامات وبالتالي نختلفه على المستوى التعليمي ومستوى الثقافي لكن كيف نرسيو منهجية عمل موحدة وقتها ما عاش فما اختلاف وقتها فما لينيو دو كوندويت نمشيو فيها الناس كل يعطيك الصحة نقول لكم إن شاء الله بالتوفيق نهر السبت في الحمامات المؤتقة إن شاء الله تكون فيه مخرجات حلوة ونحيوكم ونشدوا على أيديكم لأنه جميل جدا أنه الوداديات يعني تنفتح على دور أكبر من مجرد تأمين يعني ممكن خدمات اللي هي في حد ذاتها معناها الهدف الذي بعثت من أجله وهو هدف في حد ذاته نبيل ونبيل جدا شكرا لك سي البيباني سينوردين البيباني كهيت مدير برئاسة الحكومة تحدثنا عن الملتقى الوطني الثالث للوداديات هذا يكون هو كده يصير بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد سينوردين البيباني شكرا نتابع مع بعضنا تقرير زاملتنا زهر الفضل حول الموضوع ثم بعد ذلك نستقبل الأستاذ عماد الحسجي رئيس الهيئة العليا للرقابة المالية والإدارية ثمانية وستون بالمئة من جملة مئتي إطار سامي شاملهم صبر أرى يقرون بأن المقاربة الحالية لا تعطي نتائج حقيقية في مجال مكافحة الفساد وواحد وسبعون بالمئة من بينهم سبعين بالمئة شغلوا مناصب وزراء ورؤساء مديرين عامين يقرون أن الأثر الجانبية لهذه المقاربة أصبحت تفوق الفساد في حد ذاته هذه النتائج كشفت عنها الدراسة حول واقع الفساد في تونس بين الإدراك والحقيقة أنجزها الوزير السابق للحوكمة ومكافحة الفساد ورئيس المركز العالمي لمحاربة الفساد كميل العيادي وقدمها اليوم في ندوة صحفية تحت عنوان نحو مقاربات جديدة لقياس مستوى الفساد بتونس وبين العيادي أن الحديث عن مقاربة مكافحة الفساد لا يعني السياسة الرسمية المؤسساتية للدولة وإنما تعاطي المجتمع بكافة مكوناته السياسية وإعلام ومجتمع مدني مع مسألة مكافحة الفساد وتفيد الدراسة أن 90% يقرون بأن المقاربة الشاملة لمكافحة الفساد أصبحت له العكاس سلبي على مستوى اتخاذ المبادرة واتخاذ القرار المناسب كما أن مدركات الفساد لدى التونسي تضاعفت ثلاث مرات أضعافه الحقيقي نتيجة تضخيم الفساد وتوظيفه في الحياة السياسية وأكد كميل العيادي في هذا السياق أن تضخيم الفساد والتعاطي معه بالشكل الحالي أضر بسورة تونس خاصة وأن 71% من الإطارات السامية يعتقدون أن هناك فساد في حين 37% فقط يؤكدون معايشتهم مباشرة أو بطريقة غير مباشرة لوضعيات الفساد وتسبب اعتماد المقاربة الشاملة لمكافحة الفساد في خوف المسؤولين من نتائج مقراراتهم ونتائج اتخاذهم للمبادرات مما انعكس سلبا على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب حسب ما توصلت إليه الدراسة ودع العيادي إلى ضرورة متابعة ملف الفساد بعقلانية وترق موضوعية وذلك من خلال إيجاد مؤشر وطني يعمل على قياس الفساد بناء على مقاربات علمية على غرار البلدان المتقدمة تونس احتفل كسائر بلدان المتظم الأممي باليوم العالمي لمكافحة الفساد والفساد للأسف أصبح مستشري في تونس هذا حسب الأرقام وهذا يؤسفنا جدا لكن اليوم نحتفل أكيد في ظل حرب ضروس تونس تريد أن تشنها على الفساد في كامل هياكل وطمفصولات المرافقة التونسية حاضر معنا سعيمات حزجي رئيس الهيئة العليا رقب المالية والإدارية أهلا بيك سعيمات نوارتنا في البلاتون الوطنية الآن شكرا وتلتحق بينا الزميلة فاطمة بن عبدالله الكراي مرحبا بيك فاطمة أكيد تونس تحتفي بهذا العيد في ضوء حرب على الفساد مرحبا يعيشك انصاف شكرا على المناسبة لطيفة هذية اللي هو في الواقع مسألة مكافحة الفساد هي كانت كما تذكروا كل من بين أهم المطالب والشعارات اللي ترفعت أثناء الثورة وأيضا تواصل رفع هذا الشعار خلال كامل الفترة الماضية في تونس كأحد أبرز العنوين للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والظاهرة هذه هي بتبعية الحال ظاهرة معقدة ظاهرة تتخذ أبعاد مختلفة ظاهرة متغيرة ظاهرة تستوجب تظافر جهود جميع الأطراف لمقاومتها سعي ميد بالنسبة لواقع مكافحة الفساد في تونس لاني تقول لي من ضمن شعارات الثورة اللي هي شغل حرية كرامة وطنية لكن كذلك كانت هناك مؤشرات إنه هناك فساد في عائلة معينة ممكن كانت هي وراء الفساد هذا ما يظنه المواطن حذرتك كمطلعة كرئيس للهائة العليا الرقبة المالية والإدارية بين فساد الأمس ما قبل الثورة وبين فساد هذه العشرية هو شوف أنصف الفرق الأساسي اللي كونه قبل ما كونش ناجموا نتحدث على الفساد وما كانتش متاحة لا للإعلام ولا للحقوقيين ولا للعموم الشعب التونسي كونه يتحدث على الموضوع ذلك الفرق الأساسي لأنه بعد 2011 الناس كل تتحدث دونك تغير المناخ تماما تغير معناتها الظرف السياسي والحمد لله والأصبحنا نعيش في ظل مناخ من الحرية مناخ الديمقراطية فبتبعت الحال أنه الظاهرة هذية من جهة تعريت ظهرت المواطن متاحة وتمظهوراتها اللي كانت ربما متخفية واللي ما كانتش الناس تناجم تحكي لكن بالأرقام أنا حبيت حسب الأرقام أكيد حضرتك مطلعة ولكنني أرى بالأرقام لو ما فهميش حاجات تنجم تبني عليها تقول معطيات صحيحة هذه لأنه وزيدة فهم حاجة أخرى رأي هما لا بد من التنبيه إليها وهو الفرق بين مدركات الفساد والمؤشرات مدركات الفساد وبين الفساد الحقيقي خاطر أحنا نشوفه تولي الصنداج ونشوفه حتى لزنديس دول برسيبشون والكلاس مالي تعمل فيه مثلاً ترانسبرانسيا انترنسيونال كل عام يبين مثلاً أنه تونس تقهقر رتبتها مقارنة بألفين وعشرة مثلاً ألفين وعشرة كان ترتيبنا عالمين تسعة وخمسين ألفين وعشرين وعلى تسعة وستين هدايا لا يدول بالضرورة أن الفساد تغلغل في البلاد لا يدول صحيح الفساد موجودين استشرا فقط لا موجود هذا حاجة لا يجب أن ننكرها وبالعكس يجب العمل على تصدي للظاهرة بأفضل السبل الممكنة وهذا يتونحكي فيهم بعد أما اليوم كما قلت لك اليوم الناس كل تحكي على الفساد اليوم الإعلام يحكي على الفساد اليوم وسائل التواصل الاجتماعي تحكي على الفساد خليني نسألك السؤال بطريقة الفساد الحقيقي هل أنه معناتها درجة الوعي ودرجة الاستبطان متع ظاهرة الفساد تتطابق مع الفساد الحقيقي الملموس اللي عاشدتوا الناس في حياتها اليومية أم لا لا هناك فرق فرق كبير مثلا الانديس دو برسيبشون أرفع بكثير من الحجم الحقيقي للفساد هذيا بار كونتر في دول أخرى متقدمة تلقى توتافي العكس تلقى توتافي العكس تلقى فما فساد ولكن لدي عموم المواطنين ولدي الشعب فما يقين وفما اعتقال لأنه ما فما يش فساد لأنه مؤسسات الدولة الكلها تخدم بطريقة معناتها سليسة ومسيابية وإحنا هذيا ما زلنا موصنلوش إن شاء الله إن شاء الله نقول موصنل صار حديث في فترة معينة إن وصلنا في تونس إلى فساد الدولة هل فعلا وصلنا لهذا؟ والله يشوف أنا ديما نحب ننسب الأمور إنصاف أنا نقول شوف من معناتها منذ سنة 2011 إلى اليوم رو فما مكاسب تحقت فما معناتها ترسانة قانونية متميزة وقع معناتها وضحة في تونس فما عديد النصوص الثورية رو اللي وقع تركيزة هل نقول ما الذي تحقق منذ الثورة إلى اليوم؟ تحققت عديد النصوص من جنس تشريعي هل يفعل فعلا؟ الدستور التونسي أصلا الدستور التونسي اليوم فما تنصيص واضح وصريح في الدستور أن الدولة تعمل على منع الفساد وتعمل وتضمن حسن تصرف المال العام فما الفصل الخمستاش يحكي على الإدارة التونسية ويقول كون تعمل وفق قواعد النزاهة والشفافية والمسئولية والنجاعة فما اليوم نصوص قانونية متطورة عنها كما المرسوم الإطاري لمكافحة الفساد اللي كان أول نص ربما جامع في مسألة مكافحة الفساد اللي صدر سنة 2011 مرورا بالنص المتعلق بمكافحة الإرهاب وتبيض الأموال مرورا بالنص المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين مرورا بالقانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ للمعلومة اللي هو أيضا نص هام جدا ويكرز مبادئ الشفافية والمسائلة على مستوى العام في تونس اللي عندنا نص المتعلق بالتصريح بالمكاسب وتضارب المصالح عندنا نص المتعلق ب ما شاء الله مدونة تشريعية كبيرة عانا مدونة سلوك أيضا في القطاع العمومي فما عديد النصوص على مستوى الدسترة وعلى مستوى النصوص التشريعية لكن من راوش أنه فما تقدم في مقاومة الفساد في التصدي للفساد في تفعيل كل هذه النصوص القانونية ممكن طوى الدستور في جانب منه معناها مجمد وغير معمول به لكن أسباب انتشار والبابلول والثاني نعرف موجودين في بابلول والثاني أسباب حتى كان مترجما بقوانين ممكن طوى المرسيم موجودة وهناك حرب ضروس من رئاسة الجمهورية الفساد والأبدا هي من مؤسسات رئاسة الجمهورية لكن خلينا عليش شنو أسباب انتشار ظاهرة الفساد في تونس أكيد عملته على التشريح الوضع وعلى الوقوف على هذه الأسباب سعيمات هو كما قلت لك الانصاف راهي ظاهرة مركبة ومعقدة ومختلفة الأبعاد والظاهرة هذه معناتها صحيح متفشرة ليس في تونس برك هي حتى في عديد دول العالم موجودة الظاهرة هذه في تونس اليوم الفرق الأساسي قلت الفرق الأساسي بين البارح وبين اليوم كونه اليوم الناس كل تحكي على الفساد اليوم كنشوفه أحنا في الأعلى كنشوفه فما يوميا حديث عن الفساد دونك معناتها بحق أو بدون وجه حق اليوم الناس كل تحكي على الفساد اليوم الناس كل تعتبر نفسها معناتها وصية على الفساد في المجال والناس كل تتهم والناس كل تتهم وهذا في جانب إيجابي اللي هو معتا يدل على كونه فما وعي بمخاطر الفساد وفما ثقافة جديدة تبنيت في المجتمع ثقافة مقاومة للفساد ولكن في ذات الوقت أيضا فيها جانب سلبي لأنه جانب السلبي هذي اللي كونه تلمونة حطه على الفساد اللي وله فما اعتقاد راسخ لدى الناس كل اللي كونه أحنا نعيشه في منظومة كلها فساد وهذا مش صحيح لأنه هذا يمس بمصدقية مؤسسات الدولة لأنه هذا يمس ويهز من ثقة المستثمر في بلادنا ويمس حتى من المستثمر التونسي في ثقته في بلاده وفي مؤسسات الدولة بتاعه ويمس أيضا في ثقة المواطنة التونسية في مؤسسات الدولة بتاعه دونك ينزمنا معناتها تكون الأمور واضحة هذه رأي ظاهرة كبيرة لابد أن معالجتها تتم على مستويات مختلفة ثم البعد الوقائي والتوعوي والتثقيفي اللي لابد من العمل معناتها هنا بصيفة معناتها جماعية على تنمية الثقافة منذ الصغر وهناك نتحدث معنا حتى على مستوى البرامج في الابتدائي والتعليم الثانوي والتعليم العالي لابد أن نبني الثقافة جديدة ونكرس ثقافة الشفافية ثقافة المسائلة ثقافة مكافحة الفساد لكون الناس كل تكون معناتها تتربى على الثقافة هذه لأنه زاد المسألة الثقافية رأي بالأساس حاجة أخرى كونه ينزمنا نخدمه على تطوير مجال الرقمنة رقمنة الإدارة لأنه كل روما نقدمه في مجال الرقمنة وكل ما تطور الإدارة الإلكترونية في تونس كل ما يتقلس هامش الحرية وهامش التصرف البشري لابد أيضا من تدعيم هيكل الرقابة وهنا نتحدث لك هنا على الدور اللي يتقوم بيه أحنا على مستوى الهيئة العليا وعلى مستوى الهيئات الرقابية ككل في حماية المال العام وفي ضمان وإرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة وفي تطوير أداء الهيئة العمومية بما يستجيب لانتظارات المواطنين فم عمل كبير فم عمل وقائي فم عملتكم بيه هيكل الرقابة فم عملتكم بيه بتوما على مستوى الإعلام عملتكم بيه منظمات المجتمع المدني في الرقابة المواطنية والمجتمعية وفم الجانب الردعي اللي هو الجيف اللخر واللي هو بتباعت الحال هذه دور القضاء وفي التصدي اللي ثم داخت الإفلات من العقاب بعد إذنك سيئة عماد مبعد لش نحكيه على هذا الجانب الردعي وخاصة على مدى نجاعة هذه المنظومة اللي كنت تحكي عليها لأنه اللي حكي تعليمه معناها جميل جدا ومفروض أن نكونوا أحنا في أعلى النسب في مؤشرات الشفافية في الكون يعني مش بالدرجات اللي احنا موجودين فيها سيبراهيم الوسلاتي شوف هو الأكيد كونه الحرب على الفساد هي حرب استنزاخ هي حرب طويلة المدى السيد الرئيس الجمهورية من هارلول هو تولى قيادة هذه الحرب صحيح أيضا أنه عنده ترسانة من القوانين لا بأس بها منذ 14 جنب في 2011 إلى غاية اليوم وكان سيئة عماد منذ حين نذكر فاها عندنا هيئة الرقابية متعددة ولكن من عرشنا مداء العلاقة بين مختلف هذه الهيئة على الأقل عن ثلاثة هيئة الرقابية كبرى أربعة عفوا هيئة الرقابة الراجعة بالنظر لرئاسة الجمهورية هيئة الرقابة المالية في وزارة المالية وهيئة أخرى تابعة لوزارة ملاك الدولة والشؤون العقارية أربعة هيئة من عرش مداء التداخل بيناتها بيناتهم مداء التفاعل فيما بينهم بين في وقت ما حتى عملنا وزارة لمكافحة الفساد ولكن كل مرة نحيوها الوزارة ذيك ولكن الفساد متاعنا موجود في القوانين متاعنا سيئة عنا قوانين تشجع الفساد مع الأسف مثلا قانون الرخص هذا والسيد الرئيس تعرض له في أكثر من المناسبة هذائية اللي شجع الاقتصاد الرائعي واللي للرخصة واللي تتبع بكسوم توصل حتى المليار في بعض الأحيان الرخص هذه عنا الرقمنة وانت تعرضت لها الرقمنة فماريت إيسانس كبيرة بالنسبة فيما يتعلق بعملية الرقمنة خاصة نأخذوا مثلا الوضعية متاع بورترادس بورترادس اللي كانت فيها الرقمنة أكيد رأوا عمليات التهرب وعمليات معناة الفساد رأي نقصت بشكل كبير نفس الشي بالنسبة أيضا إلى بعض المؤسسات الأخرى اللي متلقاش فيها الرقمنة موجودة ناس مزالت في بعض المؤسسات العمومية مزالت تستعمل في اللوراق ساعات بالباقي كربون وبالتالي كيفيش مش تنجم أنت تراقبها وكيفيش مش تنجم أنت تحاول بش تقضي على الفساد ولكن فما زاد ما يسمى بالفساد الصغير الفساد الصغير تلقاه تبدأ من أي عون بش تقضي قضيتك وقت اللي تبدأ شد الصف سعيمات بش تعمل ورقة ليجالي زي في البلدية وتقعد مصباحة وانت شد الصف فمناسة أحيانا نجي تتطوع وتأخوا فلوس بش تشد الصف انت في بلستها هذه حاجات بسيطة جدا وملموسة يلمسها المواطن كل يوم وساعات المواطنة ويقول لك أنا بش تقضي قضيتك ماهمنيش شفت كيفاش العملية كيفية لأن البابراس اللي موجودة في الإدارة متاعنا هي اللي تخلي المواطن يلتجأ إلى هكذا السليب بش يقضي قضيته بش مذيعش وقته مع الأسف إذا كنتوى الحكومة الحالية متاع السيدة نجلة بودن تكون تحط من بين الأولويات متاحها كون رقمنة الإدارة تقول معانتها من هنا إلى موفق 2024 معانتها العهد القادمة مع انتخابات القادمة تكون الإدارة متاعنا على الأقل بنسبة كبيرة وكبيرة جدا تمت الرقمنة متاحها وتم زادة حذف عديد الرخص تقول السيدة الرئيس الجمهوري بيمكنه بمجرد مرسوم بش يحذف عدد كبير من الرخص والذي يجعل تنافس والذي موجودة منافسة ولكن المنافسة ذيك في إطار قانوني في إطار شرعي هذا مع الأسف إذا كنا إحنا ما نتفطنوش إلى الفساد في القوانين متاعنا إلى الفساد في الإدارة رومة النجيم اشتقد عليه الفساد بيروقراتية مقيتة وتغمى من الترخيص في اقتصاد رايعي بمتياز متفق معاسي إبراهيم تماما في كلام بتاعه وذي التشخيص قمنا به وقامت به هيئات الرقابة العامة اللي ذكرتها أنت سياد تكتوى هنا ولكنك أنت أثرت عديد النقاط في ذات الوقت لكن خليني نحو أحيز من الزمن لبيان هنا جسما دور منظومة الرقابة والتفقد والتدقيق في القطاع العام دورها في ضمان حسن التصرف في المال العام ودورها في مكافحة الفساد اليوم عنا أحنا منظومة صحيح قائمة ذات ولكن هالمنظومة هذية للأسف تشوبها عديد النقاط والعوائق التي تحول دون قيامها بإنجاز رقابة شاملة على مختلف أوجه تصرف العمومي بالنجاعة المطلوبة وهذه اليوم أحنا لمسناه وقاعدين نخدم معليه إن شاء الله وبدأنا على مستوى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية التي كما تفضلت سياتك هي هيكليا تابعة مؤسسة رئيسة الجمهورية بدأنا في العمل مع مختلف هيئات الرقابة المكونات المنظومة الرقابية بدأنا في مرحلة أولى مع هيئات الرقابة العامة التي هي الثلاثة التي ذكرتها سياتك من أجل تصور منظومة جديدة تكون أكثر فعيلية وتحقق أكثر انسجام وتكامل في الأدوار ولكن المنظومة ما فيها فقط هيئة الرقابة العامة فيها أيضا مكونة أخرى كما الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية كما الهيئة العليا للطلب العمومي التي هي متخصة في مجال الصفقات العمومية عن هيئة مراقبي الدولة التي هي متخصة على مستوى المؤسسات والمنشآت العمومية عن التفاقديات الوزارية والدور الكبير التي لا بد أن تقوم بها على مستوى الوزارات ومؤسسات الإشراف الخاض على الوزارات هذه المنظومة الكلة اليوم في تقديرنا بحاجة إلى المراجعة بحاجة إلى المراجعة لمستوى النصوص لأن النص اليوم تعالى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية اللي هو يعود لسنة 1993 ما يسمح لهيش للأسف من أنها تلعب الدور الجامع لمختلف مكونات المنظومة الرقابية وتوحد المسارات وتحدد مجالات التدخل وتضبط استراتيجية وطنية مش نوجه من خلالها أعمال الرقابة نحو المخاطر الحقيقية ونحدد الأولويات على المستوى الوطني الإمكانيات اليوم المرصودة لهيئات الرقابة بمختلف أنواحها إمكانيات محدودة ومحدودة جدا سواء على المستوى البشري أو حتى على المستوى اللوجستي والإمكانيات المادية اليوم الهيئات هذه زادة أيضا فما تعيش مشاكل متع تشتت تعيش مشاكل متع تدخل في الأدوار للأسف عليش قلت لك اليوم فما برشا نقائس إن شاء الله رغم نرجع ونأكد على القيمة العلمية والكفاءات الموجودة على مستوى الهيئات هذه الرقابية واللي هي فريمون نفتخروا بها في نسب المستوى اللي وصلت له ولكن لا بد أن تكون المنظومة ككل تكون معناتها موضوع مراجعة شاملة في إطار رؤية واضحة رؤية استراتيجية دعونا ننظروا إلى المستقبل بوضوح ننظروا وين أحنا نحبه نمشيه وبعد انقسموا الأدوار داخل هذه المنظومة كيف فاكواء وكيف كيف يزلنا زادة مش نحطوا مؤسسات لو هذية بش نرجعلك أيضا للمسألة مكافحة الفساد مش الفايدة في نحطوا مؤسسات وبعد ما نعطيههمش الإمكانيات المادية ومنعهمش الإمكانيات البشرية بشي خدمه أنت اليوم كي نقول لك ثلاثة هيئات الرقابة العامة الموجودة في الدولة ثلاثة مبعادها فيها 150 تقريبا 150 واحد يخد تطلب منها ما تعمل مرور يعني كالساحة إذا كان اللي موهية مع هيئة الرقابة الأخرى وكلها مش نصول 400 على 800 ألف عون عمومي تصور أنت حاجات ما هيش منطقية بالمرة تونك اليوم لابد من مراجعة شاملة لابد من دعم القدرات متاع هيئات هذية لابد من أنه نفتحولها أيضا المنظومات المعلوماتية الوطنية اليوم الهيئات الرقابة ما عنديش الحق مش تطلع مش تطلع على المنظومات الوطنية ما عنديش حق النفاذ البعلومة للمنظومات هذية معناتها فما برشا اللي أنت جبت مسألة الرقمنة اللي هي في غاية معناتها وكي ما قلت ومعناتها رزمون كونه معنات الحكومة رفعت الشعار هذية ومتاع مكافحة البساد ومتاع رقمات الإدارة ضمن أولوياتها وسيد الرئيس أكد على المسألة هذية أيضا في عديد المناسبات نحن نعتبر اللي كونه هذية المجال هذية رأوا مجال معناتها فيتال بالنسبة للدولة التونسية ورأوا لا بد أن نقدمه في المستوى هذية وأنا نذكر وقت اللي كان لي شرف معناتها الانتمائي لحكومة سيد الياس الفخفاخ وعملنا كثيرا واعتبرنا هذه من المسائل الذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة وفي سنة 2020 كانت تلاحظوا وترجعوا بالتوالي تشوفوا فكل فترة هذه كالسودسي الأول متاع سنة 2020 خرجت عديد النصوص المتعلقة بالترابط البيني للمعطيات بين الهيكل العمومية بين المعرف الوحيد عديد النصوص وقتها تذكروا مع أزمة الكوفيد كيفاش معناتها مشينا أشوات كبيرة في العمل عن بعد وفي المحاكمات عن بعد في المجال الصحي أيضا معناتها فما توجه لابد أن الدولة وصحيح كما قلت إبراهيم فما للأسف بارفودي ريزيستانس كولتوريل وناس ماذا بيها معناتها كسوسوى لأسباب ثقافية أو لأسباب أخرى ماذا بيها متنشيش في المجال هذه وماذا بيها متقدمش بالنسبة للمبلغين هل الحماية بالفعل هي حماية فعالة وناجعة بالنسبة للمبلغين خطر نعرف شو ما صار في الكثير من المبلغين وكذلك إلى أي مدائة معناها الدولة ممكن تحمي كل من يقوم بالتبليغ لأنه خطر في ثقافتنا نحن دي ما اللي يخبر عن فساد دائما هو نصف ريزيست سمحني بشيكمل الفكرة بركة بشي نقول لك اللي فيها في العالم اليوم كنشوفه الخارطة متاع الدول الأكثر شفافية في العالم والدول اللي فيها أقل مجال متاع فساد في العالم هي تلقاها دولة الأكثر تطورا في مجال الإدارة الإلكترونية وفي مجال رقمنة الإدارة معناتها كل ما تمشي أشواط في المجال هذي وكل ما معناتها الخدمات تولي على الخط وتولي الخدمات الإدارية مرقمنة وتولي أنت كما أعطيت المثال تعالي اليوم فضيحة في تونس كونه مش تاخو مضمون مش تطلع مضمون تمشي تشد الصف واذا يعشتر نهار خدمة مش تاخو مضمون ولا تعمل لغاليزاست ألوك نجم تعملها مبدأي نجم تعملها من البرون تاعك أنت وتدخل معتها على سيت متاع المدنية مثلا المنظومة وتدخل وتخرج وهذا اللي كان المفروض لأنه قانون صدر وهذا النجم ونعملوه عنا الكفاءات في تونس وعنا الإمكانيات وعنا كل شي ينزم الإرادة معناتها ينزم الدفع ينزم معناتها نمشي وكل خطوة هذيك اللي مزلنا ديما قعدنا متردين وقعدنا معتناش أنفسنا معناتها الفرصة بش نطبقوا ريالما هالنصوص هذي هني قلت لك طوعنا ترسينا تشريعية حتى على المستوى هذي في خصوص تطوير النظم المعلومات في خصوص تحقيق الاندماج بين النظم المعلومات الانتغرسيون دي سيستم دي انفورمسيون حاجة تحقيق لكل الهيئات الرقبية وكل التقارير الرقبية تقولها وتأكد عليها وتقول راوم ومش معقول لا بد من تطوير المنظومات نظم المعلومات لا بد من تحقيق الاندماج بينها مش نتحصلوا على المعلومة في الوقت المناسب ولا بد من تعمل حتى الإدارة تنسية تعمل بين مثلا الديوانة بين الإدارة العامة لأداءات بين الإدارة العامة الاستخلاص مع منظومة مثلا التغتية الاجتماعية والإكنام والسينساس والسينربيد هذهم لكلهم ضرورية جدا وعندك ألف حق بعد حين مش نرجع لك غير المقترح متاع الممكن للرقمنة أكثر ولمشو أكثر يعني في التوظيف الإعلامية أكثر فأكثر لكن نحب نعرف زداء متطلبات الهيئة العليا للرقابة المالية والإدارية الحينية الآن وسؤال ثاني فساد الإداري هل هو أكثر من فساد الأشخاص على المستوى الاقتصادي من ناحية أخرى فاطمة بن عبدالله كرار أنا بش نسمعت كلام جميل طبعا ودي ما هذا نسمعوه ومع اعتذاري مع أنت سعيماد نعرف لونات تي بيخسونال ما نجمش أنا كيف نشد رئيس جمهورية ولا رئيس هيئة ولا حشك مكة لونات تي بيخسونال ما تعملش دولة وما تقاومش فساد أولا ساعة لننسب الأمور الفساد مقامة الفساد مش مزيرة ومش صحوة ومش وعي هي منظومة أممية من الألفينات بعد انهيار البرجين وقتها كانت تذكروا في سبتمبر الجمعية العامة للأمم المتحدة أطلقت صيحة فزاع وقالت أن القضاء على الفساد وأن الدولة تحاسب الباسبور المتاحها هو القضاء على الفساد أي دولة ما عادش ديمقراطية فقط بل القضاء على الفساد ولكن هذه سياسة واجهة هذه كذبة زادة لأنه لو نرجع هنا بش نصور اليوم المواطن ولا العالم يقول لك سويسرا الدولة السويسرية هي أكثر ديمقراطية لأنها تباشر الديمقراطية المباشرة إلى آخرين ولكن الدولة السويسرية مقامة على الفساد البنوك السويسرية اللي حرفائها من السراق من المسؤولين عبر العالم تمشي تحط فلوسك غادي ونهار تلي أنت مشيت فيك وفي الحشاشة وفينا وفيت والفلسات ترجع للدولة السويسرية وهذا أنا سمعته رئيس حزب اشتراكي لا 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 سمحني أنا نكلم في الشعب وما نتكلمش بالفقية سمحني هذا قالوا أمين عام للحزب لا أنا مش نلعب أنا انترناسيوناليست وما ليش مغرقة في تونس أنا نقرأ من الخارج في التسعينات منتصف التسعينات في ثمانية وتسعين بالضبط خرج علينا أمين عام حزب مسؤول في حزب في سويسرا قال نحن نقيم دولتنا الديمقراطية والشفافة واللي ما هيش في الأمم المتحدة واللي هي زعم زعمها ما أنت الحياد الكامل هي سويسرا مقامة على هذا لكن دولي بالدولة هذية هذية أما دولي بالدولة السويسرية كتش تسعي سمحني هنقول لك أني فاق الدولي أنا نحكي لك أني فاق الدولي لأنه احنا في سويسرا كتوانسة ولا سودانيين عندهم فلوسنا اللي احنا مثلا ما رجعوهم لكش لأنه هذوكم يعرفوا هما اللي هما تهزوا بسرقش عنا فيه اليوم احنا في تونس العنوان الأبرز للفساد هو الصفقات العمومية الصفقات العمومية تحمل في ذاتها الفساد قوانين قوانين طبعا أنا معاك وقت اللي قالت القوانين تقنن للفساد وسأوجه كلامي إلى الشعب التونسي باش الناس بلومور هنش الناس كل طوى ولد هز في السيوفات تقاوم في الفساد الكنتونيرات اللي رابضين في سوسا طوى بريسك تلقمها لا 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 تعني فايات آه نفايات لإيطاليين جاءوا جاءوا بصفقات فساد وين الدولة شبنا ما تصرفناش الإيطاليين عداوها على المحكمة وقالوا يزمها ترجع شبهم رابضة غادي هذا ملف فساد هذا أكبر منه ما ثماش والمواطن التونسي يعاني منه الحاجة ثانية الترسانة متع السيارات عنوان الفساد وأنا أقول عنوان التخلف باش ما نصدمكمش اللي هو شنو معناها كل وزارة عندها بارك كامل معناها من الموظف كيوصل كذا ياخذ السيارة والليبان علاش انتي ما تخليش يملك السيارة ذيك وابعد علاش انتي تعمل تتعامل معاه كإدارة عثمانية هذه نحك العنوان الثالث اللي احنا طوا نعيش فيه والسيد رئيس الهيئة معناها ماذا بينا يجاوبنا خطر أنا نحكي لكم معلومات الكارتة هذيك اللي تعاملت في وزارة شؤون الاجتماعية راه حاضرة عندها عمين هذيك متاع المعرف الاجتماعي الوحيد لا لا شكون اللي وقفوها شكون اللي ما يتعاملوش معها مش الشعب التونسي ولا حاج لا المزديي الخدمات لماذا لأنه مزدي الخدمات يساعدوا يتعامل بالورق كيف ما قلك لأن إدارة عثمانية ومكامل الفساد تنجم تتعدى وما يحبش اللوجيسيال ذاك انصاف اللي هو بشي بيين شكون الفقير من اللي مش فقير شكون اللي يستحق الحاجة الفلانية وشكون اللي يستحق الدول الفلاني وشكون اللي يستحق يمشي يداوي بلاش وشكون اللي يستحق يداوي بثلاثين في المية هذا ما يساعدهمش الشفافية الإلكترونية وصدقون يراو هذي عملت في تونس ندوة كاملة مع اليونيون غوبيان في التسعينات وقتها مزيل يظل يسي حامد القربي الله يرحمه هو وزير أول وإلا جاسي محمد الغنوشي شنو اللي قلنا نهم وقت كيفاش إدارة عثمانية بآليات معناها بطيئة تحب تمشي للإدارة الإلكترونية وهو ما فهموا الناس أن الإدارة الإلكترونية رايب يش تنحي لعباده ومعاش يخدمه مش صحيح تناجم تحافظ على ستمائة ألف أذوب متخلق مواطن شغل أخرى تعتمد على الإدارة الإلكترونية رايب الإدارة الإلكترونية أفاق مش تسكير رايب مواطن شغل مش العكس رايب مواطن إنتاج واستثمار مش العكس إذن ذوها ثلاثة نقاط إذا ما يتعالجوش وراهوا الفساد ما يتعالجش بأربعة وخمسة وستين هيئة رايب يتعالج برؤية للدولة وتقف الدولة وتصارح شغل بيترسالة قانونية تلك الرؤية اللي دمحطوا عنها فضل سيبراهيم ونعطيو الكلمة الأخيرة لسيارات الحسكي بل ملاحظة صغيرة فيما يتعلق بالسيارات الإدارية فيما أمر صادر سنة التسعة وثمانين هذا يحدد أنهم الإطارات العليا في الدولة اللي عندها الحق في السيارات الإدارية مدير عام كاتب عام وزارة رئيس مدير عام إلى غير ذلك ولكن احنا دائماً عنك يمكنه تلقى كلمة يمكنه لرئيس الإدارة بش يمنح كذا يولي نجم رئيس الإدارة يعتهل الحاجب متاع رو أنا ضد أنه نزير ياخذ ذاك نحكي لك نقطة الفساد تبدأ في يمكنه لا مش يمكنه في أنك تمكن الوزير والموظف والشيف سيرفيس ولا غيره تمكنه من هذا سيعمل الحن ولي رئيس بش نعطيه مثال فقط رئيسة برلمان يا أختي بربي معناها احنا نفهم في الناس طب واحنا في وطنية ما نشفي في تلفزة أخرى اليوم رئيسة برلمان أوروبي لأنها استعملت بيتة في الابارتمون اللي عملته لها الدولة بحيث تشرت أني هي تكون سبعين كيلومتر فما فوق بعيدة هي أربعين كيلومتر كهو استقالت وستتابع قضائياً يعني حكاية متاع مية توروه بارحة 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 وزير المؤسسات الصغيرة المتوسطة متاع فرنسا لأنه أخفى جزء من المكتسبات متاعه لماذا قد من حكم عليه بسجل ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ والطرق إلى الاستقالة فعل سعيم إذن هناك الكثير من النقاص منجموش نحكم على أداء الهائة حسب أنت وضحت لنا لا 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 هذا ما صار في زمن نفهم وزيدا معناتها الدور الموكول للهيئة العلية للرقابة الإدارية والمالية والدور أيضا الموكول لبقية الهيئات الهيئة الهيئة قاعدة تخدم روحة في نتاق صلاحية متاحة ما هو بطال عماد الحسجي رجل القانون على رأس هذه الهيئة العلية للرقابة المالية والإدارية أكيد تواجه في مشاكل ما أنزل الله بها من سلطان اليوم أنت تعرف كما قلنا أنه الفساد على المستوى الإداري والمالي أكثر معناها في المرفق العام أو في الصفقات خاصة أكثر من وضحنا النقطة هذه وقل لي شو المطالب كما قل لك أنت طوى مدام فاطمة ذكرت بعض مجالات التصرف العمومي اللي هي بتبيعة الحال كغيرها من مجالات التصرف العمومي لا بد أن تصير فيها تجاوزات الصفقات العمومية بتبيعة هي مجال من المجالات المعنيتها اليوم اليوم الدولة تمكن 20 ألف مليار مبلغ مجمع معتل الإجمالية على الصفقات العمومية في ميزانية الدولة الأكيد أنه فما نقاس على مستوى عدم إحكام تحديد الحاجيات على مستوى إعداد كرسات الشروط على مستوى هذه بطبيعة الحال هيئات الرقابة العامة وهيئات والمختلف الهياكل تتصدى للتجاوزات هذه وإذا كان فما معنتها تجاوزات تقولها في التقارير المتاحة وتحطها وموجودة وتصدر التوصيات بشأنها لكن متنجم شيء تنشي الأمع والتوصيات ومخرجات إلى هذا فأنا تحيلها للقضاء فما مثلا على هيئات الرقابة العامة مثلا تخدم التقارير المتاحة وبعد هي بتبيعة تتبع هيكلين الوزارات المعنية رئاسة الحكومة ووزارة المدينة فما أن كنت تتغير القوانين كيف ما قلتم مثلا من الساعة فوق فما مرسيم في يد رئيس الجمهورية هذا اللي نخدم عليه طوى إنساف نخدمه على مراجعة النصوص الأساسية المتعلقة بمنظومة الرقابة والتصرف وبالأخص النص المتعلق بالهيئة العليا للرقابة قاعدين نخدمه وعملنا لقاء أول مع هيئة الرقابة العامة من أجل البحث في مسألة توحيد هيئة الرقابة العامة وجمحة مع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية واللي هو مشروع قديم جديد ولكن مش يعطي أكثر قوة وأكثر إمكانيات للهيئة هذه مش يكون هيئة للرقابة والتقييم في ذات الوقت نبحث وأحنا على مستوى الهيئة العليا مش كونه نجمع وباقية مكونات المنظومة لأنها كما قلت لك هي منظومة كاملة ولا بد أنه مش نحق التكامل في الأدوار ومش نحق التدخل الناجع لكل الهيئة هذه لا بد أن يكون فما إطار جامع لها وأحنا نراه للهيئة العليا للرقابة الإدارية ومالي ممكن تلعب الدورة هذه واليوم كما قلت سيادك فما معناتها معناتها المسائل إجرائيا الأمور اليوم سهل تحقيقها ما هوش بش نمروا بالإجراءات متاع القوانية مجلس نواب الشعب وسنوات تقعد ربما المشاريع سيئة مثل حزكي متفائل تحس أنه ممكن إن شاء الله قريبا نجيب أحدنا بش نحكيه على ارتفاع وتقدم تونس في مؤشر الشفافية إنصاف أنا وتونس كل ينزمهم يكونوا ديما متفائلين هذا معناتها قادرنا وهذا معناش خيار آخر غير التفائل تبقى كيفاش نعمله اليوم من أجل حسن توظيف الكفاءات الموجودة في بلادنا حسن توظيف الموارد البشرية الموارد المادية كيفاش الكل نوظفها بطريقة المثلة من أجل أنه نكافح الفساد بطريقة الأنسب وبطريقة ناجعة اليوم كما قلت لك يا راو تدور ما هو متاعها هي كل المراقبة فقط فما دور وقائي لابد أن تقوم به أطراف أخرى وفما دور الردعي اللي ما حكيناش عليه اليوم اللي هو يقوم به القضاء بالأساس في الردع المخالفات والتجاوزات وإهدار المال العام والتصدي لثقافة الإفلات من العقاب لأننا أحنا رينا السنوات الأخيرة للأسف الشديد فما ثقافة جديدة اللي كانوا الناس تحس روحها وعندما تراح معناها الناس في أعلى هرم السلطة تقاعدها هو معرفة جميع الوحيدة أما هذين راهو دور حاضر ومتعمل هو دور هيئة الرقابة بالعقس خد نصوص صدرت ولابد من تفعيل على أرض الواقع إن شاء الله بالحق خضر فما جبل ومنجزة تشريع كبير إن شاء الله يتفعل شكرا لك نورتنا سي عمد الحسكي رئيس الهائة العليا للرقابة المالية والإدارية كل عام أنت بخير وتوين سب ألف خير وهم يحتفلوا باليوم العالميني مكافحة الفساد جزيل الشكر مرحبا بي فيك كل وقت إذا كان فما مستجدات حول عمل الهائة نعرف اليوم مشاهدينا أنه هناك حريق نشابة في مقر حزب حركة النهضة بمون بليزي وصار تحالة وفاة وكذلك تعرض مجموعة من أعضاء حزب حركة النهضة وقياديها إلى العديد من الجروح والكسور وكل زميلتنا هدى المسعدة حضرتنا هذا التقرير حول الموضوع ثم نعود للبلاتو للحديث في هذا الموضوع اندلع اليوم ظهرا حريق بالمقر الرئيسي لحركة النهضة بمون بليزير وأظهرت مقاطع فيديو تم تدولها على موقع التواصل الاجتماعي النيران المشتعلة بالطابقين الأرض والأول من المقر قبل أن تتدخل وحدات من الحماية المدنية لإدفاء النيران وإجلاء العالقين كما أظهرت مقاطع الفيديو أعضاء وموظفي حركة النهضة وهم يلقون بأنفسهم من الطابق الثاني للمقر وقد أصيب رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني بحروق حسب تأكيد مصادر من الحركة وأصيب نائب رئيس حركة النهضة علي العريض بكثور على مستوى الرجلين بعد قفزه من الطابق الثاني للمقر كما تعرض عدد من الأعضاء للاختناق جراء الدخان ولم تتضح بعد أسباب الحريق ووفق تصريح للوردين البحيري أكد فيه أنه تم التفطن لقطع الطيار الكهربائي عن مبنى الحركة وقد تفطن بعض أعضاء الحركة لوجود حريق على مستوى قاعة الاستقبال وأشار إلى أن النهضة تنتظر نتائج الأبحاث التي انطلقت والتي ستبين أن كان الحادث مفتعلا أو عاديا ومن جهته أكد القياد بالحركة محمد الجوماني أن الحريق الذي اندلع ظهر اليوم بالمقر المركزي للنهضة هو بفعل فعل وذلك بعد أن قام شخص بحرق نفسه في مدخل البناء موسيقى